من هنا بدأ كابوس الرعب ثم استمر دون هوادة مشهد اعتداء على عائلة بغدادية تعيش الآن في خطر الحاج صلاح والد العائلة يخشى عليهم حتى من الظهور التلفزيوني نتيجة الخوف بعد ما حصل يشرح كيف تم التهجم عليهم ويروي لنا وفق حديثه ما جرى هاني بيني وبيني عمل لدي نطلب ناس والحد الآن ما مستلمين من الناس فلوس يجع عليهم اللي هنا أنا ضيف على أساس ست نفرات دخلوا ست نفرات استريحوا استريحوا دا ضيفهم قالوا اكو واحد امتيه بالباب بل كتفتحوا للباب دا زيت اخويا الزغير فتح الباب هجموا علي 35 واحد الى 40 واحد المنطقة كلها انترست ما اكو باب ما بيه سيارة وبيه اثنين مسلحين عدل اللي نزلوا 35 الى 41 موجودين تقدر تحسبهم بالكاميرا لحد هاللحظة هاي مرعوبين يدعون هم مكتب سيد رئيس الوزراء زيان الحد الآن يدعون بمكتب سيد رئيس الوزراء اشمر كورا الشمس عائلة الحاج صلاح تفكر بالهجرة قبل ان تسجل في قائمة ضحايا المجاميع المسلحة وفق حديثهم والدهم يناشد رئيس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى بالحماية وانقاذ حياتهم مما يتعرضون له مرعوبين رعب من ذاك اليوم الهاليوم الله يشهد ما طالعين من الباب الحوش خايفين مترعبين نريد من السيد رئيس الوزراء ينصرنا ويحقق بهذا الموضوع ونريد من القضاءنا العادل اللي نعرفه احنا عادل نطلب من عنده حمايتنا وبين فترة واخرى يتكرر هذا المشهد مع العديد من العوائل البغدادية مع اختلاف الاسباب وسط مطالبات شعبية بتفعيل سلطة القانون والسيطرة على السلاح المنفلت ومع تلك المطالبات يبقى حق الردي في القضية مكفولا للجميع من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر